نهاية الأسبوع بنحب دايماً أن احنا تكون معنا دكتور مونار رغانا مع عوض المكتب الإعلامي باللهيئة العمل للأرصاد الجوية عشان نتطمن أكتر عن كمان تفاصيل الويكند دكتور مونار بمجور على حضرتك أكيد في البداية صباح الخير على حضرتك كتابة أنا هواند وصباح الخير على كل أستاذة المشاهدين أهلا بك أهلا بحضرتك احنا كنت معنا في بداية الأسبوع طبعاً وطمننا على الأسبوع اللي احنا فيه دلوقتي لكن طبعاً حابين كمان نطمن الناس على الويكند درجات الحرارة بتدت في ارتفاع بتدى الجو يبقى حر أكتر زي ما حضرتك توقعتي لكن طمينينا أكتر عن الأتربة هل هيكون فيه ارتفاع برضو يعني في الويكند ولا هيبقى فيه انخفاض خلينا نعرف من حضرتك بالفعل يمكن احنا بدأنا من اليوم ارتفاع في ضربات الحرارة على أغلب ألحاء الجمهورية بسبب كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبل الجزيرة العربية فده اللي هيؤدي لارتفاع في ضربات الحرارة الارتفاع ده هيبدأ اليوم وينتهي معنا السبت المقبل إن شاء الله ضروة الارتفاعات هتكون غداً الخميس والجمعة لأن غداً كمان الكتل هوائية هتكون قادمة من الصحراء الغربية وكتل هوائية جنوبية فهتأدي المزيد لنا الارتفاع في ضربات الحرارة فغداً متوقع العظم على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية فترة المهار يعني الخميس والجمعة الزروة ارتفاع درجات الحرارة المناطق الجنوبية كمان هتوصل ل 42 درجة مئوية فترة المهار فبالتالي اليوم الأجواء حر فترة المهار على القاهرة الكبرى ومخصصات الوجه البحري وجنوب خيناء شديدة الحرارة على جنوب البلاد حر المقلة الحرارة على التواحد الشمالية أغداً الأجواء يكون شديدة الحرارة في أغلب مناطق المنطرية زي ما قلنا في ضرورة الارتفاعات الخميس والجمعة بالإضافة كمان أن الفترات الدين حنحس بنزيد من الارتفاع في درجات الحرارة الصغرى فترة الجنوب ستتروح مدين 24 بـ 26 درجة مئوية خلال فترة المهار فبالتالي حدثت أكثر كمان بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الدين بالنسبة للأتربة والرمال المصارى ستبتدي معنا اليوم على بعض المناطق من الصحرى الغربية لأن هناك سرعات رياحة على الصحرى الغربية تتجاوز لـ 40 سلو متر على ساعة فبالتالي ستقضي لكثارة الرمال والأتربة في الصحرى الغربية وأكثر غرض البلاد مصروح والسلوم مع غبل الخميس تبدأ تتقدم لبعض المناطق الداخلية يعني تشمل الأتربة والرمال المصارى ونشاط رياح القاهرة الكبرى والوكسة البحري بعض المناطق من مدن القناة سواحنا الشمالية الشمال الصعيم هيستمر معنا تمام اليوم الجمعة مع يوم السبت يحصل الانتصار لموجة ارتفاع في درجات الحرارة والأتربة والرمال المصارى يعني تزال من أغلب المناطق الموجودة في المصارى فبالتالي سفرس الوكسة البحري هيكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة مع أتربة والرمال المصارى موجودة في أغلب المناطق تأدي انقفاض رؤية أثقية هننسح كل سادة المشاهدين مهم جدا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمال الصطر الظاهرة تحديدا كمان نتناول قدر الجين من المرطبات والسوائل وإذا سم يتبقى موجودة في إداية هذا شيء مهم جدا أصحاب مرضى الحكاة الصدرية والجيوب الأنفية لو نحن نخرج بكرة أو بعد نفضل اصداء السمامات والقيادة كمان تكون بالجيوب تامع لأغلب الضوء طب الرطوبة أخبارها إيه برضو خلينا نعرف إن حضرتك يا دكتور هي طبعا نسب الرطوبة لأن الكتن الهوية اللي بيتقصر علينا الكتن الهوائية الصحراوية نسب الرطوبة لسه ما ارتفعتش بالشكل الجديد لكن مع الأسبوع المقبل وبداية شهر 6 ستبدأ تدريج نسب الرطوبة ترتفع في الجو فنبدأ أن نحس بنزيل من الارتفاع في دراجات الحرارة نلاقي كمان فرق من درجة الحرارة اللي احنا دايما بنقولها لخضراتكم ودرجة الحرارة اللي احنا بنفسها في الشارع تدريجيا مع اقتراف فصل الصيف وبدأي شهر 6 بإذن الله رائع جدا بنشكرك على هذه التغطية دكتور منار غانم شكرا لحضرتك